بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ معي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وعيد من يريد الله به خيرا يصب منه من يريد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري الشرح المختصر من يريد الله به خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله منه حتى يبلوه أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيه خير ولم يريد الله به خيرا فالقفار يصابون بمصائب كثيرة ومع هذا يبقون على قفرهم حتى يموتوا عليه وهؤلاء بلا شك لم يريد الله بهم خيرا إذن فافهم فهمنا الله هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم